مباراة النهاردة يعني دوافع معنوية جيدة في مرحلة غاية في الأهمية تتمثل في المنافسة على بطولة الدوري بعد مطش النهاردة عندك مطشين كمان في الدوري وبعد كيها هتلاعب كايزر تيفز فبالتالي التحديات كلها مهمة جدا جدا هتحاول بإذن الله تعالى بعد توفيق ربنا تنجح فيه إنك تفوز بكل التحديات دي سواء ترجع للمنافسة في بطولة الدوري بعد المباراة المؤجلة أو كمان الأهم بكل تأكيد إنك تكسب بطولة دوري أبطال الأفريقية بإذن الله تعالى مباراة النهاردة خليني أفكر حضراتكم بقائمة الأهلي احنا عارفين الأهلي متواجد في سكندريلا المباراة هناك طبعا وسافر مباراة بعد المران الأخير اللي كان في سيد مختار التتش 21 لعب في قائمة الأهلي لمباراة اليوم زي ما حضرتكم شايفين كده على الشاشة محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير محمد الشناوي سليم مليون في المية يبقى طبعا القرار فني كان مباراة في كادمة كده بسيطة في المران لكن اتعمى الفحص لشناوي والأمور بالنسبة له تماموا زي الفل الحمد لله إبا محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير أيمن أشرف ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وأليو ديانج عمر السلية حمدي فاتحي كهربا حسين الشحات ومحمد ماندي أفشة وطهر محمد طهر جونيور أجايه صلاح محسن مروان محسن ومحمد شريف دي قائمة الأهلي لمباراة النهاردة أمام سموحة لكن من اللي تم استبعاده لأسباب مختلفة بعض اللاعبين خلينا نقول بدر بنون للإيقاف محمد هاني لعدم الجهزية وليد سليمان للإصابة محمود متولي لعدم الجهزية بيكهم رؤية فنية ناصر رؤية فنية بوليا رؤية فنية محمد بحمود ونيدفيد لعدم اكتمال جهزيتهم للمشاركة في المباراة طيب حكام النهاردة مين؟ حكم ساحة كابتن إبراهيم نور الدين نتمنى له يا رب كل التوفيق بصراحة عامل السنة دي يعني نسبيا أحسن بكتير من السنوات اللي فاتت كلها يعني في تحسن نسبي عند الكابتن إبراهيم نور الدين نتمنى له كل التوفيق مساعد أول شريف عبدالله مساعد تاني محمد محمود لطفي حكم رابع حسين الكريمي حكم فار واقل فرحان ومساعد حكم فار محمود أبو الرجال نتمنى لهم التوفيق في إدارة مباراة قوية النهاردة زي مباراة الأهل وسموحة طيب نتكلم على تاريخ مواجهات الأهل وسموحة الأهل اللعب مع سموحة 21 ماتش قبل كده الأهل فاز في 11 وسموحة فاز في 3 التعادل كان حاضر في 7 مواجهات ما بينهم الأهل هز شباك سموحة على منظر تاريخ مبارياتهم بـ 30 هدف في المقابل سموحة هز شباك الأهل بـ 18 هدف موقف فرئتين في الدورة إن فكر بعض الأهل طبعا لعب 20 مباراة سموحة لعب 27 الأهل فاز 12 مباراة سموحة فاز 8 وسموحة عاملين موسم كويس جدا مع كابتن أحمد سامي وفرقة محترمة عندهم عناصر مميزة جدا في الحقيقة الأهل يتعدل 6 ماتشات سموحة عدله 16 الأهل خسر ماتشين سموحة خسر 3 النقاط الأهل 42 نقطة وسموحة 40 وإحنا عارفين إن الأهل لسه لي مباريات مؤجلة ترجمة نانسي قنقر